السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بحضركم. النهاردة فيديو مهم جدا جدا جدا. الفيديو ده اللي هو كل الناس بتتكلم عنه او كل مالكين اي سيارة في اندرويد سيستم بيتكلم عليه. او هو توصيل الاندرويد اوتو في اه للسيارة او في السيارة تيجو سيبن او اي سيارة عن مثلا. اللي احنا هنعمله ده اعدادات توصيل الموبايل على سيستم الاندرويد اوتو في اي عربية مجهزة لذلك. يعني الفيديو ده هينفع ناس كتير جدا 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 بتعمل توصيل من الموبايل للسيستم الاندرويد اوتو. تمام? مش للتيجو سيبن برو فقط. لا. اي سيستم اندرويد اوتو. يلا كده نبدأ. ازاي حضاركم عاملين ايه? ده الفيديو الخاص بتشغيل الاندرويد اوتو على العربية. الاعدادات اللي احنا هنتكلم فيها دي اعدادات عامة. عامة يعني ايه? تنفع لأي اندرويد اوتو او شاشة تعمل بالاندرويد اوتو على اي سيارة. يعني الاعدادات دي تزبطها على اي تليفون. وبعدين تخش على العربية. اللي هاي نوع. اي نوع. سواء تيجو سيبن برو او اي نوع. يدعم الاندرويد اوتو هتشتغل على طول. بدون اي مشكلة. بدون اي مشكلة. بس الشرطة عشان نحنا نبقى الحاجات تتشتغل بسهولة. ان احنا نعمل ايه? احنا قلنا? لازم يكون معايا الكابل الاصلي. الكابل الاصلي. وبعض البرامج اللي التشغيل كده. وده الجزء الاول. فيه التوصيل. الموبايل بالنزام الاندرويد اوتو. ولسه ان شاء الله فيه جزء تاني بتوصيل او الايفون بتاع السيارة. خلاص? ده الجزء الاول. فيه جزء تاني وفيه جزء تالت. تمام? ده الجزء الاول الخاص باعدادات الموبايل لتأهيله لتشغيل على سيستم الاندرويد اوتو على شاشة السيارة. الاعدادات دي يا جماعة تمثل تمانية وتسعين في المية من الخطوات. تمانية وتسعين في المية. تمام? والباقي اللي تين في المية بس? اللي باقيين? دي خاصة بالشاشة. مش اكتب. خلاص? يلا بيدو. يلا. بسم الله نبدأ. اول حاجة هنبحث عن برنامج اندرويد اوتو. هل المثبت عندي على الجهاز? ولا لا? ليه انا بقول الكلمة دي? عشان الموبايلات الحديثة الاندرويد الجديد البرنامج بينزل مثبت عليه. بس مش ظاهر على سطح المكتب. مش على شاشة الموبايل. بيبقى موجود جوه الاعدادات. طب هنعمل ايه? هعرف ازاي? هل هو موجود عندي? ولا محتاج اننا انزله? اول حاجة هنخش على علامة الترس اللي هي الاعدادات. لو هي مش موجودة على سطح المكتب. علامة الترس اهي. الفوق اهي. هدوس عليها كده. هيجي لحاجة اسمها الاعدادات. خلاص? البحث في الاعدادات. اكش كده اكتب اندرويد اكتب انجليزي او عربي. لو العربي ما زهرش معي اكتب انجليزي. لو اكتبت كلمة اندرويد. تمام? جاب لي كل ما يخص كلمة اندرويد. هل في موجود هنا دور? هل موجود هنا اندرويد اوتو? لا مش موجود خالص. مش موجود اندرويد اوتو. هو بيبقى مكتوب اندرويد اوتو. هنا مكتوب الاصدار وحاجات كده? لا ما فيش حاجة من الكلام ده. يبقى ايزا اللي عندي غير مسبت عليه برنامج اندرويد اوتو. اعمل ايه? اروح على البرنامج لان برنامج اروح لسوق البرامج الهو بتاع اه جوجل اهو. افتح كده. هنا مطلوب توسيل الواي فاي اوصل الواي فاي. تمام? تمام كده. الواي فاي توصل عندي. جميل. طيب اعمل ايه? اخش في البحث نهت برنامج. اكتب برنامج اكتب بقى اندرويد اوتو بالعربي او الانجليزي. طغب ابحث الاول بالانجليزي لو انا مسلا انجليزي. هنا هل تحاول ضبط اعدادات اندرويد اوتو? يمكنك توصلها للهاتف بالصدب الاستخدام اندويد اوتو. مزيد من المعلومات. طarf فين التنزيل? دي معناها ان البرنامج غير مدعوم في المنطقة او الدولة اللي انت موجود فيها. غير مدعوم. في المنطقة او الدولة اللي انت موجود فيها. مش هتعرف تنزله من هنا. جميل? طيب هنرجع نجرب باللغة العربي بالعربي. اداني نفس الرسالة بالزبط. ان انا مش هعرف استخدم البرنامج. مش هعرف انزله من هنا. ليه? لان البرنامج زي ما قلت لكم جماعة خلي بالكم. غير مدعوم في المنطقة او الدولة اللي انت موجود فيها. طب الموضوع ده كده مش هعرف اثبت. برنامج عندي على الموبايل. لا لايه حل. نعمل ايه? نرجع نريح نطلع خالص هنا. ونيجي على برنامج جوجل سيرش هنا. اهو البحث هنا في جوجل اهو. واكتب هنا كلمة اندورد اوتو. عربي او انجليزي. هنكتب مسلا بالعربي. ادى اندورد اوتو. جابي طبعا اول حاجة اني ان انا نزل من سوق البرامج بتاع جوجل. جميل. اهو. بس انا مش انا دخلت قبل كده وحاولت. بس ما نفعش. طيب. اول حاجة في البحث عندي هنا. اي اول حاجة في البرنامج. كن بتنزيل البرنامج اندورد اوتو. اقول له ماشي. ده اول اول بحث عندي. انا ما اخترتش حاجة تاني. اقوم دايس عليه على طول كده. اول حاجة في البحث. هنا جاب لي علامة اندورد اوتو اهو. تمام? وهنا كتب لي احدث نسخة من اندورد اوتو. اقول له تمام انا عم احتاجها. هقوم دايس عليه كده. خلاص. هيحمل. هنزل كده هنا. هنا العلماء بتاعت التثبيت هنا لها لونها اخضر دي. دي. لانه ممكن انت تثبت على برنامج تاني ما طلعش هو. اهو. هل طريد تنزيل للملف مرة اخر لان انا نزلته قبل كده. وهنزله تاني. او مقايل له تنزيل. هيقول لي قد يقود هذا الملف ضار ان هو بيعمل لي مشكلة او كذا. اقول له مفيش مشاكل. اه اقول له التنزيل على اي حال. او اه هجيب التفاصيل هنا. دي بجيب التفاصيل عشان البرنامج ما ينزل عندي يتام. يبقى موجود قدامي. اهو بيحمل. كده البرنامج يتحمل عندي. ابدأ افتحه من هنا. هل تريد تثبيت هزا التطبيق? انه اللي هي التطلب ايدخل خاص. مش مشكلة. دي رسالة عني. اهم حاجة عندي يظهر كلمة تثبيت تحت. اهي. ادوس على تثبيت. جاي التثبيت. معلش الفيديو طويل شوية بس هو خطواته كده بتتم بنفس الوقت بالزبط. معلش. جاي الفحص. ده بقى لو هو مسلا عليه مسلا فيروس او على اي حاجة هيبان عندي. لان الموبايل ما بيسبتش اي موبايل اي برنامج على الموبايل. قال ما بيعمل اسكان عليه يتم بحس عليه. لو تلاقيه تمام بيكتب لي هنا كلمة امن والعالمة الخضر دي. لو في مشكلة هيوم هيهو هيرفوضه اصلا. خلاص? اهو. البرنامج عندي اصبح موجود اهو. ممكن اقول فاتح او تطبيقات اخرى. لانه اعمل حاجة تانية. هاخرق خالص عشان هو اشوفه هنزل فين. اخرق خالص. خرجت خالص اهو. بيت على سطح المكتب تاني. ادور عليه طبعا بتنزل في الاخر. اي اخر الصفحة. اهو. نزل هنا برنامج خلاص? افتحه. فتح عندي ودي الوجهة الاساسية. خلاص? طيب. هنرجع تاني انا فتحت عشان او ارى لكم بس ان هو نزل عندي فعلا. هرجع هنا تاني. لازم في حاجة مهمة جدا. احنا قلنا الاعدادات هنمشي بها خطوة خطوة بطريقة مبسطة وبطريقة سهلة. ايه هي? البرنامج ده هندوس عليه شوية كده. هيديني تلات حاجات كده. مشاركة ومعلومات وإلغاء التثبيت. إلغاء التثبيت ده لو انت عايز تشيله خالص. لا احنا هندوس على كلمة معلومات. ادني معلومات هنتطبيقه. هنا اقل التشغيل التلقائي مفاعلة. ده جميل جدا. ازونات التطبيق. زيت الصلة تخزين واتف كذا كذا كذا. دي اهم حاجة عندي. ازونات التطبيق. اهم داس على كلمة ازونات التطبيق دي. كل الازونات دي يا جماعة. كل الازونات دي لازم افتحها. لازم افعلها. ازونات التطبيق دي لازم افعلها كلها. يعني مسلا كل حاجة. والمايك والفون والسجل للمكالمات والرسائل وكل حاجة. لازم افعلها. لازم. يبقى انا افعلت كل حاجة. خلاص? ارجع تاني. نخش على الازونات اخر. تم السماح لخمس ازونات. هنا قرات الاس ام اس جميل. تعديل اه اعدادات النظام دي مش مفعلة. اخش على كده ادوس. اريد مفعل حاجة. تمام? دي مش مشكلة الواي فاي كده. اختصارة الشاشة على لو انت عايز تعملها عايز تعملها ما فيش مشاكل. كبول. ما فيش اي مشاكل. عرض انافزها منبسقة ما فيش مشاكل. كبول. اشعارت دائمة. يبقى انا خلاص فعلت كل حاجة. جميل. عندي. اخر خلص كده. يبقى انا كده البرنامج عندي جاهز للاعدادات. انا لسه كده بقى اهله. انا كده لسه ابدله التصريح او الازونات من التليفون ان البرنامج او ما يشتغل يخش على التليفون على طول. ما يبقاش فيه اي عقر. خلاص? نخش على الخطوة التانية. انا كل ده لسه ما فتحتش ما عملتش اعدادات البرنامج. هنعمل حاجة تانية مهمة جدا نسمها اعدادات ايه? اعدادات المطور او الديفوليبر اوبشن. الديفوليبر اوبشن ده هجيبها منين. سهلة جدا. هخش برضو تاني على الاعدادات. ليه علامة الترسي دي. خلاص? اهي. جميل? هخش على كلمة الاعدادات الاضافية. هتلاقي هنا كلمة وضع المطور هنا عندي مش موجود. طب افعله ازاي لان دي قايمة مخفية افعلها ازاي? ارجع كده? اخش على اول حاجة لانا هنا حول الهاتف. جاب لي هنا معلومات عن الاندرويد واسم الجهاز وحاجات كتير. خلاص? هجيب هنا اصدار ها الميو ده بتاع الان تلفون ده. الشاومي. او ما افتح. هدوس عليه ازاي? افعله لازم طيقة. افضل هدوس عليه. واحد. اتنين. تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. جميل? حداشر. حداشر خطوة. لكن هو كتاب لي هنا ايه? لقد اصبحت مطور برامج. اللي انت ايه بقيت ايه او ديفولبر او ديفولبر منت. تمام? الديفولبر منت دي اللي انا مطور يعني. انا مش هطور مش هعدل في 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 الموبايل. لا لا لا. انا بس بفعل خاص الموبايل المش مفعلها. طب هجيبها ازاي? هرجع تاني. نخش على الاعدادات الاضافية. اهو. ننزل للاخر تحت. اه. ظهر عندي هنا خيارات المطورة اللي كانت مخفية. افتحها. هتلاقي مفعلة. لو هي مش مفعلة هفعلها. خلاص? جميل? وهم حاجة عندي تاني حاجة. تصحيح اخطاء اليو اس بي. تصحيح اخطاء اليو اس بي. دي عشان انا ماجه اوصل التليفون على جهاز كمبيوتر على شاشة على بتاع يبقى فيه تفاعل او اندماج ما بينهم. ما بقاش الجهاز يرفض الموبايل او يرفض او او الشاشة ترفض الموبايل والعكس. هقول له حسنا. خلاص كده انا فعلت ايه? تصحيح اخطاء اليو اس بي. اللي هي اليو اس بي دابنج. اليو اس بي ايه? دابنج. خلاص. كده? فكده الخيارات هنا او الضبط ده خلاص. ارجع تاني بقى اخر خطوة. اخش على اندرويد اوتو. البرنامج بتاعي. اصبح جاهز ان انا اعمله الاعداد ده بتاعته. هو لازال اه مش جاهز. خلي بالك رمع لازال مش جاهز. لو انا وصلت الوضع الوقت على البرنامج ده. نزلته. وصلت على الشاشة. مش هيشتغل. الاعدادات دي اللي احنا بنعملها الكتير دي معلش? لعشان اما يجي توصل بالشاشة هتوصل تلاقي الموضوع بقى سهل جدا. خلاص اما افتحه. هنشوف ايه? وجهة اه البرنامج عندي. خلاص. ده وجهة البرنامج والاصدار بتاعه تمانية بونت ستة بونت اه واحد اتنين اربعة ستة. ده الاصدار بتاعه ما يمينيش في حاجة. خلاص? اهم حاجة عندي الاعدادات. التلات نقطة اللي فوق دولة جماعة. لو انا فتحتهم. هتلاقي عندي اخترارين بس. اه في هنا قائمة مخفية. القائمة المخفية دي هتظهرها ازاي? لها طريقة? اه لها طريقة والحمد لله لها حل. انا شفت يا جماعة فيديوهات كتيرة جدا عن الموضوع ده. والاسف في بعض يعني محدث ذكر ان انا افعل افعل دي ازاي? يعني هو بيجي مسي يقول لي ايه? هتدوس هنا هتلاقي القائمة هنا زادت بقت اربع اختيارات او خمس اختيارات. لا. هنا قائمة مخفية. طب التلفون ده لسه اول مرة يشتعل على الحاجة زي كده. عاملها ازاي? شفت فيديوهات كتير جدا اكتر من فيديو. انا تعلمت من الناس. انا ما اجبتش الموبايل ووصلت وكده اشتعل على تقول لا. للا امانة انا اتفرت على فيديوهات من الناس وتعلمت من الناس واستفدت من الناس كتير. بس مش كل الناس بتذكر اماكن القائمة المخفية. طيب. القائمة المخفية دي افعلها ازاي? اجي عند اخر حاجة جديد خالص اسمها الاصدار. او بتاع بتاع الاندوريد اوتو. ادوس علي كم مرة جماعة عشر مرات. عشر تك. تكات. عشر تكات. نقول كده? واحد اتنين تلاتة باع خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. كتب لي ايه? هل تريد السماح لاعداد دي تطوير? التطوير? اه. انا عايز ان انا اخش اعدل في حتة كده مش اعدل فيه. هو البرنامج مش تعدل فيه. لأ انا هزبط الاعدادات دي على حسب الحاجة اللي انا محتاجة. هقول له حسنا. تمام? ارجع تاني على التلات نقط اللي فوق. ادوس عليهم. اه. الله ينظر. ظهرت عندي القايمة المخفية. القايمة المخفية دي? اهم حاجة عندي تاني حاجة اللي هو اعدادات مطور البرامج. اخش على اعدادات مطور البرامج. جميل? اهم حاجة عندي وضع التطبيق. او الوضع اللي انا هشتغل عليه. هعمل ايه? هدوس عليه كده? عندي اختيارات. انا ما يهمنيش غير المطور اللي هو تمام? هفعلها. ليه تاني واحدة. اصبح وضع التطبيق ايه? مطور. ونهار وليل دي? اخليها ايه? اخليها نهار. دي معناها بس ان البرنامج ما يجي بالليل الشاشة تغمق. يعني اه الشاشة تفتحها وبالنهار تغمق على حسب اضاءة ليل والنهار. تمام? طيب. في ضبط تاني اه في حتة كمان. ننزل عليها كده. ايوة. تمام? هش افعل هنا حاجة اسمها مصادر غير معروفة. يعني ايه مصادر غير معروفة? يعني انا هبنزلها من اماكن تانية. خلاص? اللي هو من جوجل من اماكن تاني ايا كان. اللي هي ايه? مصادر غير معروفة. افعلها. تمام كده. ارجع تاني اخرج ما نستهمل لفوق كده. برجع خطوة للخلف. خلاص? اجي اشوف عندي البرنامج مؤهل? ولا لا? هبص عليه كده. هنيجي نشوف. اخر حاجة عندي. البرنامج. هنلاقي هنا ايه? بدأ البرنامج يدعم بعض الخواص وبعض البرنامج. هنا معلومات الاصدار والازونات. هنا بيدعم جوجل? اه بيدعم جوجل. بيدعم بيدعم الواتس اهو. شوف ده? بيظهر لي البرامج التي سوف تعمل على الشاشة الاندرويد في العربية. والخرايط. لايه جوجل مابس. والساوند كلاود بتاع الاغاني. اندرويد اوتو طبعا لانه اندرويد اوتو سبوتفاي اغاني. جوجل بلاي ستور اللي هو برنامج جوجل. اه التليجرام. الفيسبوك. وفيه برامج تاني. بس ده هيبقى الجزء الاول من الفيديو لان الفيديو طويل جدا. طويل جدا فانا هقسمه على اجزاء. الجزء الاول ان احنا ازاي نشتغل على اه توصيل الاندرويد اوتو على شاشة الجهاز. خلاص? واخدوا بالكوا جماعة اهم حاجة. الازونات اللي عندي دي. دي. لازم تكون مفعلة. لازم تكون مفعلة. ليه? عشان يتم اندماج ما بين الموبايل وما بين شاشة العربية. خلاص? احنا قلنا فعلناها منين الازونات دي? اديناها من معلومات البرنامج. خلاص? طيب لو انا مش عارف اما اتفعلتش. ممكن بخشها تاني على الاعدادات تاني هنا. اهو. اخش هنا ادرع لكلمة البرامج. او التطبيقات. اهو. شايفين كلمة الازونات هنا? ادوس عليها. تمام? فينا الازونات. الازونات التطبيق. هنا انا رجع تاني. الازونات الاخرى. ادور عليك. تمام. اخش لبدا وهي كزا وهي كزا. كل التفعيلات كلها. خلاص? والتجريل هنا. والتجريل التلقائي. اخش عليه. اتأكد ان اندرويد اوتو ايه? مفاعل هنا في التجريل التلقائي. ممكن ما يكونش مفاعل. ممكن يكون زي دول كده. خلاص? او من ايه? اه اخلي تشغيل تلقائي. الازونات. اي حاجة محتاجة ازني هنا جماعة اخش اخش افعلها. يعني مسلا ازني الاس ام اس لها رسائل. اخش اندرويد اوتو متفاعل. ارجع تاني. استشعار الجسمي التخزين التقويم الكاميرا وكده. اخش على كل حاجة لو هي مش مفاعلة. اخش على كل حاجة. اشوف اندرويد اوتو فين? يعني مسلا المايكروفون. اهو? بيظهروا البرامج اللي عند اندرويد اوتو هنا مفاعل. دفعنا في الاول. ده انا بأكد عليكم عشان نفعل. كل حاجة في ها اندرويد اوتو في التليفون افاعلها. خلاص? كده اصبحت الموبايل عندي مجهز لتشغيل البرنامج اندرويد اوتو على السيارة. يلا نروح نوصل بالسيارة ومعانا الوصلة التليفون الاصلية. ما تنسوش. وصلة التليفون الاصلية. يلا بينا. وصلنا طبعا التليفون بتاعنا. تمام? في المكان المخصص ليه. جميل. هنيجي نلاقي هنا اول حاجة هنا على الشاشة الموبايل هنا. مكتوب هنا ايه? لما وصلنا معرحبا بك في اندرويد اوتو. جميل. ومكتوب خروج والتالي. هندوس على التالي. تمام? اهو التالي. تمام بالفعل. تم التوصيل. هندوس على المزيد. المزيد. تفعيل. المتابعة. تمام? هنا كتب لي موصلة عملية الاعداد على شاشة السيارة. هيو كده خلاص. بصلنا. هنخش فين على شاشة السيارة. تمام? هنا شاشة السيارة بقى. كتاب لي هنا ايه? نرجع تاني. مفيش اي مشاكل. هندوس على العلامة بتاعة الاندرويد اوتو. نرجع شاشة السيارة تاني. ندروس علامة السحادة. اندرويد اوتو. مكتوب هنا مرحبا بك في اندرويد اوتو. خلاص. يحتاج التطبيق لإذن الوصول لبينات السيارة والتقويم والسجيل كده يعني. هقول له موافق. تمام? في الانتظار اهو ان شاء الله. هنا بدأ التحميل. اهو. الشاشة فتحت. عندي. اول حاجة جابها برنامج الخريط. جنبها الساعة. ندوس على العلامة دي. دي علامة المينيو. الخاصة بالاندرويد اوتو. بس على الشاشة. كده هنسيب الموبايل خالص واستخدم الشاشة. هدوس عليها. هشوف البرامج اللي دخلت عني. هنا عندي زي ما هو واضح هنا. برنامج الخرايط. تستخدمه. الهاتف لو عايز تصل ساوند كلاود. وانغامي لاغاني وكده. تمام? بالاضافة لبرامج تانية. زي ما احنا شايفين. رسائل الاعدادات. هنا الفيسبوك. الفيسبوك وقصده هنا المسينجر. تمام? وتخصيص. تمام? لو انا شغلت مسلا اي حاجة كده مسلا. يعني مسلا امغامي ده. لازم طبعا بكون فتح البيانات في التليفون عشان يشغل البرامج الزي دي كده مسلا هنا. زي ما انا شايف. اول ما جيت اشغل برنامج برنامج الخرايط بقى هنا على اليمين. هنا الاندرويد اوتو بيعتبر ان برنامج الخرايط ده هو البرنامج الاساسي. هو البرنامج الاساسي. تمام? استمعتم اخرا مسلا اي حاجة. ميكس خاص. المزيد. اي حاجة. دي اغاني طبعا على شغالها بس انا مش عايز شغالها عشان ما يبقاش في حق يعني آآ حد يطالب بحق تشغيل الفيديو يعني كده فالفيديو يكون يبوز وممكن يتوقف. دي الاغاني لو شغلت تشتغل على طول. تمام? لو انا برنامج الخرايط عايز يجيب برنامج خرايط بدوس هنا دوسها واحدة. تمام? بيجي لبرنامج بتاعي بيجي من برنامج الجي بيس. تمام? الاتجاه مباشرة الى جنوب غرب. ثم الاتجاه نحو اليمين. ده البرنامج بتاع الاندرويد اوتو هو شغال بالصوت تمام. بس هو شغال من الموبايل. يعني هو بيستمد الخرايط بتاعته كلها والداتة من الموبايل. هو بمعنى صح بياخد الموبايل. مش بينقل شاشة بس. لا. مش ناقل شاشة فقط. هو بينقل جزء من تطبيقات الموبايل بالكامل بينقلها على الشاشة وتستخدمها عادي. بس لما تيجي تحط الخرايط خاصية فيه. لما تيجي تطلب برنامج تطلب مكان معين. لازم تكتب البرنامج على التليفون الاول. يعني مثلا انت عايز تروح مثلا القاهرة. اكتب القاهرة مثلا في التليفون الاول. واكتب المكان بتاعه والتفاصيل بتاعتي والاتجاهات هو بيدلني. طب ايه لا يحصل? لو انا كتبت على شاشة الجهاز. شاشة الجهاز هيطلب مني الفويس فقط. الوصوت فقط. فانا ممكن اطلب الفويس. جميل. لو مش متاح اندي برجع على الموبايل. بكتب العنوان بتاعه بكتب الحاجة. وبتتنقل بالفعل على الشاشة الموبايل. الشاشة دي ممكن بيجي فيها الساعة. او التطبيقات زي انغامي او كزا او اي برنامج برجع ما لغاني. بتيجي هنا على اليمين. بتبقى شغالة هنا. وببدل بينهم. يعني مثلا اه ببدل المكان اللي هنا اليمين بيجي شمال. يعني بخليها معنى صح. اخلي البرنامج هو رئيسي. واللي جنب فرعي. او اخلي البرنامج المابس هو الفرعي وهكزا. يعني مثلا لو اشتغلت مسلا الاغنية دي مسلا. مسلا يعني. زي ما احنا شايفين الاغنية بتتبدل من هنا هنا ومن هنا يعني هو كده كده البرنامج التطبيقات هو رئيسي. جميل. يعني ممكن استمع الاغاني مع الخرايط. او استمع القرآن مع الخرايط او استمع لاي حاجة. ده غير ده من التطبيقات نفسها. بالاضافة هنا زي ما تقول لها البرامج التانية رسائل الطرس والحاجات دي وكلها بتشتغل كده. اي استفسار لحضراتكم اي حاجة تعطلت عند حضرتك او اي حاجة. كلمني على طول. ابعتلي على على الميل بتاعي. ابعتلي على اليوتيوب. ابعتلي في اي مكان. انا هرد عليك. هرد علي حضرك على طول مش هتأخر عليك. وشكرا لحضركوا. السلام عليكم.